السلام عليكم قبل ما نبدي أتمنى تحط لايك للفيديو واشترك بالقناة فعل الجلس حتى يصلك كل شي جديد تابعونا للنهاية حتى كل شي يصير عدك واضح أقترح أضو لجنة التربية النيابية عباس الزاملي اعتماد نتائج الكورس الأول ونصف السنة كنتائج نهائية للمراحل الغير منتهية في المراحل الابتدائية والثانوية وقال الزاملي بعد انتهاء الامتحانات التمهيدية للطلب الخارجيين فإننا نبارك للطلب والكوادر التربوية والوزارة التربية هذا النجاح مرة أخرى في إكمال الامتحانات ونشد على أيديهم في إكمال تصحيح الدفاتر الامتحانية وإعلان النتائج في أقرب وقت ممكن ليتسنى للطلب معرفة مصيرهم بالاشتراك في الامتحانات الوزارية من عدمها وأضاف الزاملي كما أنه من الممكن اعتماد نتائج نصف السنة والكورس الأول للمراحل الغير منتهية كمرحلة نهائية للعام الدراسي لافتا إلى أن مراحل السادس الابتدائي والثالث متوسط والسادس الإعدادي فبالتأكيد أن الجميع يشتركون بالامتحانات الوزارية على اعتبار أن لدينا طلب خارجيين اعتمدوا على الامتحانات التمهيدية طبعا طلاب منخص هذا الكلام عضو لجنة التربية النيابية طبعا يقول أنه نحن نقترح أنه يعتمدون على امتحانات نصف السنة مثل العام ويقول اعتماد نتائج نصف السنة لطلاب المراحل الغير منتهية يعني الابتدائي من الأول ابتدائي للخامس وأول متوسط ثاني متوسط رابع أدادي خامس أدادي أذن صفوف غير منتهية أما الصفوف المنتهية اللي هي ثالث ابتدائي ثالث متوسط ثالث أدادي فبالتأكيد أنه يمتحنون وزاري يعني مو مثل العام العام الثالث ابتدائي ثالث متوسط ممتحنوهم وزاري بس الثالث أدادي فبالتأكيد هاي السنة ما طول أكون امتحانات تمهيدية فأكيد رح يمتحنون وزاري ويالامتحانات الخارجية لأن مثل ما تعرفون العام الامتحانات الخارجية لغوها واجلوها على هاي السنة فهذه السنة أكون امتحانات تمهيدية فهذا يقول أنه أكيد المراحل المنتهية راح يمتحنون امتحانات وزارية فهذا طبعا مجرد مخترح أنه يعتمدون على امتحانات نصف السنة مجرد مخترح لحد الآن ماكو خبر رسمي نحن إن شاء الله راح نوافقكم بكافة الأخبار الرسمية نطر الخبر الرسمي من الوزارة وراح نوافقكم بكافة الأخبار